بعد انتهاء مهلة مجلس سيانة الدستور والتي امتدت ستة أيام من أجل دراسة أهلية المرشحين للانتخابة الرئاسية الإيرانية أعلنت وزارة الداخلية أسماء المرشحين في أهم مشهد سياسي داخل البلاد أسماء من المفترض أن يرسم الفائز من بينها مصار الحكومة الإيرانية للسنوات الأربع المقبلة قائمة المؤهلين تتضمن أسماء كل من رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر غالباف والمسؤول السابق لملف المفاوضات النووية سعيد جليلي والسياسي الإصلاحي مسعود بيزشكيان والسياسي المبدئي أمير حسين قادي زادة وعمدة تهران علي ردا زاكاني ووزير الداخلية الأسبق مصطفى بور محمدي هناك شخصيات إصلاحية وأصولية ضمن القائمة التي أعلنها مجلس سيانة الدستور والشعب الإيراني سيختار رئيسا ناشطا لا يعرف التعب لمعالجة مشاكل البلاد ومواصلة مصار رئيس الراحل كما كان متوقعا فإن قائمة مجلس سيانة الدستور تتضمن ممثلين عن الأتراف السياسيين الناشطين ما يدل على الإعداد لإجراء انتخابات تنافسية في الثامن والعشرين من الشهر الجاري يرى كثير من المراقبين أن التنافس الرئيسي في هذه الانتخابات سيجري بين المرشحين المبدئيين قالي باف وجليلي بينما يراحن الإصلاحيون بجدية على مرشحهم الرئيسي في هذا المشهد أي مسعود بيزشكيان بعد إنهاء مجلس سيانة الدستور مهمته السعبة خلال فترة زمانية قصيرة تستعد إيران بقائمة الشخصيات التي تم قبول خوضها الاستحقاق لإجراء الانتخابات بحضور الأتياف السياسيين كافة في البلاد سيوش فاللحبور تهران الميادين